يواصل فريق خالد بن حمد لفنو القتال المختلطة للمحترفين استعداداته للمشاركة في بطولات UFC في مدينة هيوستن الأمريكية التي تعد من أفضل المدن لإجراء التمارين وإقامة البطولات وذلك لكثرة محبين اللعبة ووجود الجو المناسب للمنافسة مدينة هيوستن أثرية بالصناعات المتعلقة بالنفط والمواصلات وعلوم الفضاء تعد من أكبر مدن الجنوب الأمريكي حيث ينعكس تفوقها الاقتصادي على عمرانها الحديث فهي تضم العشرات من البنايات الشاهقة لأكبر الشركات والبنوك الأمريكية والعالمية وبما أنها من أغنى مدن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من أكثرها اكتظاظا بالسكان قرر منظمو بطولة UFC إقامة البطولة الثانية والتسعين بعد المئة فيها وذلك للاستفادة من أمكانيات المدينة الكبيرة ولضمان تواجد أكبر عدد ممكن من المشجعين للعبة في مجال فنون القتال المختلطة ولاية تكسس وتحديد نيهوستين تعتبر مركزا مهما لنا في السنوات الخمس الأخيرة هذا بالإضافة إلى مدينة أوستين ومدينة سان أنتونيو في كاليفورني جئنا هنا أكثر من مرة ونجحنا في تنظيم بطولات حازت على إعجاب الناس ونجاحنا هنا يأتي بسبب وجود جماهير عاشقة لفنون القتال المختلطة حيث يوجد العديد من الأمريكيين من أصول لاتينية الذين يشجعون مقاتليهم وهم دائما ما يشجعون بكل حماس وقد حرص منظم بطولة UFC على الاهتمام بأدق التفاصيل وعدم ترك أي مساحة للخطأ كما أنهم استعدوا جيدا لاستقبال مجموعة كبيرة من المقاتلين المحترفين يصل عددهم إلى 26 مقاتلا عالميا وقد أبدل كثير منهم إعجابه وتشجيعه لفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة الذي يشارك في البطولة من خلال المقاتل المحترف اسلام مخشيف والذي سيخوض نزالا قويا يوم السبت القادم ضد أدريانو البرازيلي أوجه كل التحية والتغدير لفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة ولصديقي إسلام وصديقي حبيب المقاتلين في الفريق سأراكم عن غريب تحياتي لسمو الشيخ خالد وتحياتي للبحرين وأشكركم على تشجيعكم أنا عائد بقوة ستروني في أفضل حالاتي سأحاول أتدرب معكم في البحرين خلال هذا العام أهلا بكم فريق خالد بن حمد وحييكم تمرنوا جيدا التجمع الكبير للاعبي فنون القتال المختلطة والتنظيم الجيد من قبل يو أف سي يبشر ببطولة عالمية من أعلى طراز كما أن الحضور العالمي المكثف لتغطية استعدادات الحدث الرياضي يدل على اهتمام الإعلام الأمريكي بالبطولة مدينة هيوستن الغنية وبطولة يو أف سي التي تعد الأشهر من ضمن بطولات فنون القتال المختلطة يلتقياني في أكثر من جانب ولكن الجانب الأبرز بين البطولة والمدينة هو أتقان العمل وجودته محمد درويش مدينة هيوستن ولاية تكسس لتلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر